المدرسة اليومين دول المدرسة دي بتقولك ايه هنطلع هاجم النادي الاهلي واطلع انتقد النادي الاهلي حتى لو كنت لاعب في النادي الاهلي اطلع هاجم النادي الاهلي او انتقد النادي الاهلي وبعدين الناس هتجري بالسوشال ميديا والبرامج وبتاعه وعلى كده احط لنفسي سعره مشي عليه خلال الفترة اللي جاي ايه رأيي اخيات الموضوع? انت بتسع للسؤال الصح في المكان الصح. اه ما هو ما هو ده بياده اصلحنا? مدارس بتطلع جديدة يعني. اه بص انت اي حد اه بينتقد النادي او اي حد لعب في النادي ده بيحاول ان هو اه يصنع نجومية زائفة من وجهة نظر الشخصية. تمام? يعني انا تعرضت للجوم بشكل كبير جد. مش عشان انا احمد بلال يعني. عشان انا كنت لعب في النادي الاهلي. تمام? واي حد عايز يطلع يعمل اه 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 شو? ممكن يطلع باي بيتلفز باي الفاظ او يتكلم اي كلام اه غير مدروس. وانا بقول غير مدروس. تمام? لانك انت لو في الاول في الاخرى يستعمل ان بتيجي تتقيم الامور بشكلها الصحيح. انت بتيجي تتقيم الامر على عين? انا العيد محدش عرفني. اه كنت بلعب في قطاع النشرين برضو محدش عرفني او قليل. لعبت في النادي الاهلي. سلطت عليها الاضواب بشكل كبير. اخدت النجومية كبيرة جدا من خلال المؤسسة او من خلال النادي الاهلي اللي بلعب فيها. فبالتالي انت بتظل بالاسم الكبير اللي انت صنعته ملازم لاسم النادي الاهلي. لان انت اتبنى الاسم بتاعك بناء على الاسم الكبير اللي انت لعبت فيه. يعني اللعيبة كتيرة جدا 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 واسمها كبيرة. لعبت في اندية تانية ما احترامنا لكل للاندية لم تصنع نجومية كبيرة زي اللي أنت تصنعها. لعيب النهاردة بيجي لعفن أهلي سنة أو سنتين بيبقى معروفة على مدار السنين. في لعيبة كثيرة جدا وكانت ممكن تكون أفضل من لعيبة لعبة فاندية كبيرة. وليها تاريخ كبير جدا ملهاش جمهرية. ممكن تكون لعيبة مشهورة ومعروفة لكن ملهاش جمهرية. ملهاش قاعدة جمهرية. ملهاش سابورت. محدش بيديله سابورت. تمام؟ عكس ما بتلعب وبتخرج من مؤسسة النادي لعيب. عندك تاريخ. عندك بطولات. عندك نجومية. عندك فلوس. عندك حاجات كثيرة جدا 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 جدا. في بعض من الأوقات الناس اللي ما عنداش ثقة في نفسها وفي نجوميتها ممكن تنقلب على هذا على الكيان ده. لإعادة بناء النجومية مرة تانية. ودي أنا بشوفها أنها نجومية زائفة. أو حاجة بالضبط هتديك شو في الوقت الحالي لكن شو مزيف. لأن في الأول في الآخر أنت بيربطنا وبيحكمنا الجمهور اللي بتفرج علينا. الجمهور اللي بيشجعنا. مش هيقبل جمهور انك تتعرض مع النادي الأهلي بأي شيء من الأشياء. ممكن أكون أنا النهاردة اختلفت مع معكباتي. تمام؟ آآ في وقت ملاواتي أنا اختلفت مع عكاة حسين بدل وهو مدير فن. لكن أنا اختلفت مع عكاة حسين. ما اختلفتش مع النادي الأهلي نفسه يا مصدي. اختلفت معاه في وجهة نظر فنية بلاعب من بلعبنيش. بنزل ما بنزلش. خل وصلني المرحلة ان انا مسلا اكون أنا خلاص على باب ان اكون برا النادي الأهلي. ممكن اختلف معاه. او اختلف معاه مدير فن تاني. لكن ما بختلفش مع الكائن لان انا الاسم والنجومية انا سنعطها في الحتة دي. او هي اللي صنعتني. يعني خلل نتكلم بالمعنى الادق. الاهلي ولا بيصنع نجومية اللعيبة. مش العجز. مش اللعيبة. انت لما بتوب العيب قو جدا انت بتربطك بتربط ان وجهة بتاعتك اسم النادي اللي انت موجود فيه. لو مش النادي الاهلي مش هتلعب في افريقيا. مش هتاخد بطولة. مش تاخد كاس عالم. مش تروح كاس عالم. مش راح متاخد مصر. كاس عامل الاندية يعني. اه بالزبط يا كاس عامل الاندية. اه انما لو بتلعب في نادي تاني مهما كنت سوبر ستار. الحاجات دي كلها مش هتتصلت عليك. مش هتوصل لدرجة كبيرة جدا من الشهر والامكانيات والقدرات ومن التشجيع ومن المعرفة ومن كل حاجة. فبالتالي انت النادي لما يصنع اسمك. لابد ان انك تحمل هذا الجميل. وقت كتيرة كبيرة جدا جدا. اختلف مع الاشخاص كيف ما شئت. ولكن ما تختلفش مع الكان. عشان برضو ندي الناس يعني في بعض من الناس ما بتطلع تقولك انا فلان. ماش فلان. لكن مش النادي. لكن لما تطلع تتكلم على النادي الاهلي. اعرف تماما ان كل الحاجات اللي انت وصلت لها. دي من خلال المؤسسة الكبيرة دي. من خلال النادي الاهلي. دي رقم اتنين. رقم اتنين. فيه طبعا ناس كتيرة جدا بتقعد تهاجم اللعيبة اللي بتطلع في الاهلي. وبتقعد تهاجم الاهلي. عشان يخلقوا موقف يدروا يشتغلوا عليه. او يبنوا عليه اوقات كتيرة جدا. او يتكلموا عليه ويعملوا نوع من انواع الاختراقات. وانك انت عايز تعمل بلبلة داخل النادي وانك تعمل انقسامات. ولا هشوف النادي الاهلي. اه هيماشي حسام عشور ولا هشوف الاهلي ماشي امين واشا. وتبتدي تتكلم بكلام ليس لقع علاقة بالحاجات الصحيحة. انا النهاردة. مدرسة جديدة على فكرة. اه. مدرسة. اه. اخد بالك انت طول ما انت ماشي كويس. انت في مدارس كتير او او مدارس كتيرة بتحاول انها تفرق او تبعدك عن التراك الصحيح. فبالتالي انا انا هدي قصة بسيطة. احسام عشور مسلا. نادي الاهلي مش هيجدد. لا هيجد مش هيجدد. انت بتوصل لمرحلة انت كلعيب. وهديك امثلة. ان يستنى النهاردة ببرشلونها. اعظم لعيب خط واسط جيب. اعظم لعيب من وجهة نظر الشخصية. خط واسط جيب ببرشلونها. وقت ملاقود خلاص انت بتيجي وقت يا كابتن. خلاص. هي كرة كده. هي كرة القدم. بنحترمك و بنقدرك و بنسلم عليك و بنقول لك انت عملت تاريخي جيد جدا. لك مش تفضل تلعب. انا مش مكان محسوم انه ما يقدر او ما يقدرش ايه. هو صاحب القراء على فكر انه يكمل في احتة تانية. تم محسوم عشور عنده تاريخ كبير داخل النادي. ولكن بدي مثال. مثلا ان يستمشي خلاص خلاص هتمشي. رونالدينيو اللعيب المفروض يتمسال في برشلونها. لان برشلونها قبل رونالدينيو حاجة في التاريخ والبطولات وبعد رونالدينيو في التاريخ والبطولات. ومع ذلك جي الوقت اللي رونالدينيو فيه بيترك برشلونها بيروح حتة تانية. دي كرة القدم. بطبيعتها. انت ناسي تشافي ولا ايه? تشافي قبل ان يستا كان. قبل ان يستا كمان. ده كان معلم. بتكلم عن المثلة. معلم جامد قوي. وقت من الاقوات انت قررت تلعب خلاص ممكن يعني بكل احترام وبكل اخلاق وبكل ادب وبكل يعني يعني وبكل حب انك بتسلم على كل الناس وبتقول يا جماعة انا خلاص هنا اصبحت امكانيات اللعب غير متاحة. ممكن العب حتة تانية. وكل انا هنحترمك وهنقدرك وهنقول لك شابوه على القرار اللي انت اخدته وهنسلم عليك ون يعني ونرفع لك القبعة. ده مش معانا ان انت بتامحوا تاريخ العيد. ده معانا ان خلاص انت الفترة اللي جاية مش بتاعتك. مش بامكانياتك البدنية. مش بقدراتك الفنية. مش بقدراتك الزهنية. دي بتاعت حد تاني. فعشان الناس ما تخلقش من موضوع حسام عشور حكاية كبيرة. انا مش حسام عشور على فكرة وبشكل عام كلمة. يعني هو ده اللي بتحرك فيها. لا لا مؤمن وبدخلين كزا حاجة بعض. اه. بص شوف كابتان اسلام انت طول ما انت ماشي كويس في ناس كتيرة جدا هتحاول ان هي يعني تخترقك. اه. هتحاول ان هي تعمل مشاكل. تصنع مشكلة. تصنع عزمات. خاصة انت في الوقت ما فيش كورة ما فيش اي حاجة. فبالتالي يعني الحكاية كتير. والروايات كتير. وهي طلع كل واحد يعني انا كنت باسمع اللي قال احد اللعبة بتكلم في والتي من الاشاة. ستضع مش احد اللعبة اللي مشت من بشكل يعني. شكل اوب اخر. شكل اوب اخر يعني. فكان قل من ضمن الكلام قال. الاهلي. فقدانك للاهلي امر عظيم جدا. انك تمشي من النادي الاهلي امر كبير جدا جدا جدا. صح. تمام. انك تمشي من المنظومة دي امر كبير جدا جدا. حدش ممكن تعمل يعني تلعب الف مباراة في اي نادي اتاني. وفيه لعبة كمان لعبت في النادي الاهلي انا يقال لك احنا يعني اليوم في النادي الاهلي بسنة بره تقريبا ومش بسنة بعشرة السنين. انت ممكن تلعب اسلام اساسي في فرقة محدش يسمع عنك. تلعب عشر سنين محدش يسمع عنك. اساسي. اساسي بتعمل كل حاجة في الفرقة. في الدور الممتاز. بتعمل كل حاجة. محدش يسمع عنك. بس ممكن يفتكر اسمك كده وانت بتلعب قدام النادي الاهلي. لكن تلعب مباراة في الاهلي وتسجل هدف مسلا او تصنع هدف واحد فقط. يفضل التاريخي. الناس كلها تفتكر يعني. فعايز اقول ان ده وضع طبيعي اخد بالك. بس احنا يجب علينا انت الرجل يعني الحياة مشكور طبعا انك انت على منبر كده بتمثل ادلال انك ترد. وده طبيعي. ما ينفعش يعني حتة السوكات وهنسكت ومشانا لا. لازم ارد عني. انا برد وانت بترده. والناس كلها لازم ترد عشان يعني الحقيق في بعض الناس لما ما بتردش عليها بتزيف. او هم يعني بيهيق ان هما زيفوا الحياة وهي دي اصبحت الحياة الطبعية. لازم نرد طبعا على كل. تمام. كابتال عادل اخيرا كيف ننظر بقى للمستقبل خلال الفترة القادمة.